اهلا بحضراتكم من جديد حقيقة انه صفقة انتقال امام عشور للنادي الاهلي هي يعني الترند على السوشيال ميديا واثارت حالة كبيرة من الجدل الفترة الاخيرة خصوصا كمان الفيديو الالاني منذ امس الحقيقة حالة من الجدل على السوشيال ميديا ترند الكل بيسأل هل فعلا حضر امام عشور مباراة القمة بين الاهلي والزمالك واللي انتهت باربع اهداف للاهلي مقابل هدف واحد للزمالك ده كان سؤال عدد كبير من رواية السوشيال ميديا هل فعلا امام عشور حضر مباراة القمة الاخيرة احنا طبعا كلنا شفنا وتابعنا الفيديو الالاني الخاص بانضمام امام عشور للقلع الخمراء ظهر شخص في اثناء مباراة القمة وطبعا بعدها شخص مجهول بعدها بيظهر ان ده امام عشور الحقيقة انه اليوم الالامي احمد شبير اكد ان هذا الشخص اللي ظهر فيه الفيديو الاعلاني مش امام عشور نقدر نقول ده دبلير شخص تم استخدامه لقوم بالتصوير وان امام عشور ما حضرش مباراة القمة واستحال يكون حضر مباراة القمة حتى لو كان متنكرا لانه طبعا الجمهور كان هيتعرف عليه دي الحقيقة كانت تصريحات الالامي احمد شبير واللي اكد ان امام عشور لم يحضر مباراة القمة الاخيرة بين الاهلي والزمالك طيب حيانه كمان اتكلم الالامي احمد شبير عن الصدقة وقال انه الاهلي الحقيقة يعني لم يتخذ متلاند كبري لانتقال امام عشور وقال انه الامور بدأت المفاوضات بدأت من فترة بسيطة وتم الحقيقة ادارتها باحترافية شديدة وقال ان السر في هذه الصفقة صفقة انتقال امام عشور للنادي الاهلي كان امير توفيق بكان المفاوضات الحقيقة كانت بتتم في منزل امير توفيق في الشروق ما كانتش بتتم في الاماكن العامة لكن كانت في المنزل وكمان اتكلم عن صفر امير توفيق للدنمارك نوعه ما كانش بيسافر من القاهرة للدنمارك كان بيسافر لاوروبا الاول مثلا زي اسبانيا وبعدها بيسافر للدنمارك هي كانت تصريحات مهمة جدا اليوم من الالامي احمد شوبير وتكلم كمان عن جزئية الاصابات عند امام عشور قال ان امام عشور ما عندوش اي اصابات وقال ان الاهلي متأكد من كده طبعا ده يعني بعد تواصله مع عدد من الشخصيات في النادي الاهلي وقال انه ما فيش اي اصابات لدى امام عشور كل الكلام اللي بتقال الفترة الاخيرة ما لوش اي مجال او اي اساس من الصحة الحقيقة كل هذا الكلام عاري عن الصحة وقال انه هو واجه الشخص اللي كتب هذا الكلام الشخص اللي قال ان امام عشور عنده اصابات قال الاهلمي احمد شوبير انه واجه بان هذا الكلام غير صحيح لكن هذا الشخص الحقيقي اصر على انه فعلا عنده اصابات وتكلم كمان على فكرة الحقيقة انه صفقة خلاص سويزا يعني اوشكت على الانتهاء اوشكت على الحسم سوزا عفوا صفقة سوزا اوشكت على الحسم بشكل نهائي قال ان الاهلي خلاص اقترب من حسم صفقة سوزا وكمان داخل فيه مفاوضات قوية جدا ليه التعاقد مع رضا سليم الفترة الحالية فكانت تصريحات همة جدا من الالامي احمد شوبير زي مؤتر حضراتكم واللي اكد بشكل رسمي انه امام عشور لم يحضر مباراة القمة الاخيرة بين الاهلي والزمالك وان هذا الفيديو الاعلاني تم استخدام شخص دوكير لامام عشور ليكون هو المتواجد في مباراة القمة دي كانت ابرز التفاصيل الخاصة بالفيديو الاعلاني للعب امام عشور وزي ما قلت لحضراتكم اللي اثارت حالة كبيرة جدا من الجدل على كل منصات التواصل الاجتماعي منذ امس وحتى هذه اللحظة خلال الساعات الاخيرة حالة كبيرة من الجدل خليني اقول لحضراتكم انه كمان بيستعد الاهلي لمواجهة حرص الفدود اليوم في الثامنة ونصف مساءا باستاذ القاهرة الدولي طبعا ده في اللقاء المؤجل من الجولة الثلاثة والثلاثين بمسابقة الدولي المصري يعني خلينا نقول مباراة تحصيل حاصل للفريقين طبعا بعد نجاح الاهلي في حسم الدوري بشكل رسمي وطبعا هذه المباراة زي ما قلنا بتعقد اليوم في الثامنة ونصف مساءا وتشهد نهاية مباراة اليوم بين الاهلي وحرص الفدود الاحتفالية الخاصة بتسليم درع الدوري وطبعا الاحتفال بعودة يعني البطولة الغائبة عن القلع الحمراء في اخر موسمين طبعا ده كان بعد الاتفاق بين الاهلي والتحاد الكرة على تأجيل استلان ذرع الدوري لحين الانتهاء من مباراته ضد حرص الفدود ده بناء حقيقة على رغبة مارسل كولر المدير الفني للنادي الاهلي طبعا بتأكيد بيبحث الاهلي عن الفوز في هذه المباراة احنا قلنا انها او مباراة تحصيل حاصل لكن بتأكيد انه بيبحث عن الفوز للوصول للنقطة الاربعة وتمانين في صدار الترتيب الدوري المصري وموصلة الانتصارات وانهاء الموسم بلا هزيمة والبحث عن تقطيع انجاز ورقم قياسي طبعا من خلال الوصول لهذه النقاط زي ما قلنا وانه يكسر كمان الرقم القياسي والمسجل كأعلى نقاط في موسم واحد واللي وصلت لتمانية وتمانين نقطة في موسم الفين وسبعتاشر والفين وثمانتاشر طالب كمان مارسل كولر لعابي النادي الاهلي طالب مارسل كولر لعابي النادي الاهلي بضرورة التركيز اليوم في المباراة وانهما يقدموا كل ما لديهم من خبرات داخل الملعب وانهما يحققوا الفوز وانهما يعني ما ينشغلوش باجواء الاحتفالية بعد المباراة وما يركزوا في اداء المباراة اليوم وبعدها يحتفلوا في او بتسلم الدرع الخاص بالدوري المصري الممتاز طبعا بنتمنى الفوز اليوم للفريق القلعة الحمراء ونشهد كلنا طبعا مع حضراتكم وانتابع كل التفاصيل الخاصة بالمباراة والاحتفالية الخاصة بتسليم درع الدوري ودي كانت ابرز تفاصيل الخاصة بتصريحات الالامي احمد شوبير وقال انه امام عشور لم يحضر مباراة القمة بين الاهلي والزمالك طبعا ده بعد الفيديو الاعلاني والخاص بانضمام امام عشور للقلعة الحمراء شكرا لحضراتكم على المتابعة وكونوا معنا دائما على شاشة اليوم السابعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة